مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية شرح اليوم هو عن ساعة أبل وتحديدا عن طريقة فك وتركيب السوار في ساعة أبل قبل ما أبدأ شرح لكم الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلون الجرس لايك للفيديو في البداية فك وتركيب السوار يعتمد على هذول الزر هذا الزر وهذا الزر هذا الزر إذا كبست عليه والآن رح نفك السوار مثل ما تشاهدون رح يفتح كل شيء بسهولة هذه القطعة المعدنية الذكروها رح نحتاجها جدا الآن الجهة الثانية نفس الشيء رح نفكها ونسحب هنا يمين أو يسار فكينا الآن الآن لو حبينا أن نركبها إذا ركبتها بهالشكل رح تبقى تتحرك يمين ويسار لكن أهم شيء القطعة المعدنية تكون مقابل هذه القطعة المعدنية ورح ندخلها مثل ما تشاهدون الآن سمعتوا هذا الصوت صوت التكة هذا التكة هي عبارة عن يعني السير قاعدة بمكانة أو السوار قاعدة بمكانة نفس الشيء هنا رح أسمعكم إياها الآن هذا هو الآن قعدت ورح تشتغل وتقعد بصورة صحية بنهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى دعم القناة بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس تحياتي ومع ألف سلام